تعهد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بتكثيف التحركات ضد المتطرفين بعد حل جماعات يعتقد تورطها في التحريض على حادث الطعن الخاص بالمدرس في العاصمة باريس يوم الجمعة الماضي وقال ماكرون في كلمة مقتضبة في بوبيني شمال باريس قال إن قرارات مماثلة بحق جمعيات ومجموعات تضم أفرادا ستصدر في الأيام والأسابيع المقبلة وأضاف الرئيس أنه يجب حماية المواطنين الفرنسيين المسلمين مما وصفهم بالمتطرفين